دعونا نحل المزيد من أمثلة ضرب المصفوفات لأنني أعتقد أنكم ستفهمون الفكرة كلما حللتم أمثلة قدر الإمكان دعونا نحل المسألة تبدو أنها الأكثر صعوبة وربما لا تكون واضحة بالقدر الذي يمكنني من ضرب المصفوفات وربما هذا أول شيء يجب أن أفكر به دعونا نفترض أنني أريد أن أضرب المصفوفة سأكتبها بخط صغير حتى لا تنتهي المساحة وهي ثلاثة واحد اثنان سالب اثنان وصفر وخمسة لنفترض أنني أريد أن أضرب ذلك بالمصفوفة بالمصفوفة وهي سالب واحد وصفر واثنان وثلاثة وخمسة وخمسة إنني أكون هذه الأعداد الشيء الأول الذي ربما أنك ستتعجب منه هو حسنا هل يمكنني أن أضرب هذه المصفوفات لأنه كما تعلمون في العرض الأول الذي كان حول المصفوفات إنهم يمكنكم أن تجمعوا هاتين مصفوفتان إذا كانت هذه العبارة مماثلة لهذه العبارة لكن هذه العبارة لا تمثل هذه العبارة هنا لذا لا يمكنك أن تجمع أو تطرح هاتين مصفوفتان إذا السؤال هو هل يمكنني أن أضرب هاتين مصفوفتان حسنا ما الذي تعلمناه عن ضرب المصفوفات نحن نعلم أنه على سبيل المثال إذا كان هنا سينتج مصفوفة ما لكننا لا نعلم ما هي الأبعاد بعد حتى نتعامل مع هذا المثال رغم أنه يوجد طريقة سريعة لإيجاد ذلك إذن العبارة الأولى هنا من أين أخذت معلومات صفها ومن أين أخذت معلومات العمود حسنا أخذت معلومات صفها من هنا لذا هي عبارة عن هذا صف ضرب أي عمود هذا صف ضرب أي عمود ضرب هذا العمود صحيح وفي الواقع يمكننا أن أخذ الناتج القياسي لمتجه هذا الصف ومنتجه هذا العمود لأنهما يمتلكان نفس الطول هذا متجه عمود لكن طوله ثلاثة أليس كذلك لكنه ثلاثة ضرب واحد أي يحتوي على ثلاثة عناصر وهو متجه صف واحد ضرب ثلاثة لكنه أيضا يمتلك ثلاثة ويمكننا أن نأخذ الناتج القياسي أو يمكننا أن نضرب هذان وبالمثل يمكننا أن نضرب هذا بهذا كله لكي نحصل على هذه العبارة ويمكننا أن نضرب هذا بهذا حتى نحصل على هذه العبارة ثم هذا ضرب تلك العبارة حتى نحصل على هذه العبارة ويتبين لنا أنه يمكننا ما هو النوع هنا دعونا نسميها بمصفوفة دعوني أبدل هذا هذه مصفوفة وما هي أبعادها لديها صفان واحد واثنان وثلاثة أعمدة إنها مصفوفة اثنان ضرب ثلاثة نضربها ببي بي وما هي أبعاد بي حسنا أنها تحتوي على ثلاث صفوف واحد اثنان ثلاثة إنها مصفوفة ثلاثة ضرب ما هو عدد أعمدتها واحد اثنان إذن اثنان إذن يتبين أنه يمكننا أن نضرب مصفوفتان ويمكنك أن تقول أن عدد في هذه المصفوفة عدد الأعمدة مساويا لعدد الصفوف في المصفوفة الثانية إذن هنا اثنان ضرب ثلاثة وثلاثة ضرب اثنان يمكننا أن نضرب على سبيل المثال يمكنك أن تضرب إذا كانت هذه المصفوفة سي لا أعلم إذا كنت قد أخذت وقتنا في جعلها هذا سميكا ولا أهتم لعدد أعمدتها يمكنها أن تحتوي على إن من الصفوف إن ضرب اي من الأعمدة ويمكنني أن أضربها بالمصفوفة دي بالمصفوفة دي طالما أن المصفوفة دي تمتلك صفوفا طالما أنه يمكن أن نقول هذان العددان الداخليان هنا الثلاثة نفس تلك الثلاثة ولما يؤثر هذا ما هو المنطق لأن هذا الصف يمتلك ثلاثة عناصر لأنه يوجد ثلاثة أعمدة وكل متجه عمود هنا سيمتلك ثلاثة عناصر لأنه يوجد ثلاثة صفوف من هنا أتبت البداية هنا وبذلك بسرعة تقول 2 ضرب 3 أو 3 ضرب 2 هذا مساويا لذاك العدد يمكنني أن أضرب دعوني أمحو بعض الأشياء حتى أوفر مساحة هنا دعوني أقوم بعملية الضرب دعوني أن نجري عملية الضرب إنني أناقش في من أين أفعل وفي الواقع إنني أقوم بذلك في الأسفل هنا ربما لأن ذلك سيوفر بعض المساحة لذا دعوني أفعل دعوني أمحو أي شيء آخر دعوني أحصل على بعض المساحة من أجل ذلك حسنا هذا سيتطلب مزيدا من المساحة ماذا علي أن أفعل حتى أحصل على عنصر الصف واحد والعمود واحد أضرب هذا المتجه بهذا المتجه أخذ ناتج الضرب أليس كذلك؟ إذن ثلاثة ضرب سالب واحد زائد واحد ضرب صفر زائد اثنان ضرب اثنان وسأكتب حصلنا على هذه العبارة الأولى والعبارة الثانية هنا ماذا سأفعل؟ سأضرب ذلك المتجه بمتجه الصف ذلك ضرب متجه هذا العمود وأعتقد أنكم تعرفون ما أفعل وفي الحقيقة إن أصعب جزء في هذا هو التركيز وعدم ارتكاب أي خطأ غير مقصود وعدم الارتباك في الصفوف والأعمدة وكل ذلك إنها تعمل على تنشيط أدمغتكم لكنها ليست بتلك صعوبة على معتقد ماذا نفعل؟ نضرب متجه هذا الصف بمتجه هذا العمود لكي نحصل على الصف واحد والعمود اثنان صحيح؟ لأن هذا الصف أي صف واحد والعمود اثنان إذن يصبح لدينا ثلاثة ضرب ثلاثة زائد واحد ضرب خمسة زائد اثنان ضرب خمسة صحيح؟ نضرب العبارات المتماثلة فقط العبارة الثانية ضرب العبارة الثالثة والعبارة الثانية ضرب العبارة الثانية والعبارة الأولى ضرب العبارة الأولى وفي هذه الحالة ستقلق قيمتهم في هذه الحالة سيتجهن لليسار ولليمين لقد جمعناهم حسنا إذن الآن في الصف الثاني حصلنا على معلومات الصف من المتجه الأول ودعوني أستخدم اللون الأحمر حيث أنني لم أستخدمه لأنني أعتقد أنه غير جيد إذن اللون الأحمر سأضرب بمتجه العمود إذن سيصبح لدي سالب 2 ضرب سالب 1 زائد 0 ضرب 0 زائد 5 ضرب 2 لقد انتهينا تقريبا دعوني أرى لا أحب هذا اللون والآن سنضرب هذا الصف لأننا في هذا الصف السفلي أي في الصف الثاني العمود الثاني الصف الثاني العمود الثاني إذن يصبح لدينا سالب 2 ضرب 3 زائد 0 ضرب 5 زائد 5 ضرب 5 ثم إذا بسطنا دعوني أرى هذا سالب 3 زائد 0 زائد 4 إذن هذا إذا كانت حساباتي صحيحة يبسط إلى 1 وهنا 9 زائد 5 تساوي 14 زائد 10 وتساوي 24 هذا 1 وهنا 24 ثم هنا سالب 2 ضرب سالب 1 تساوي 2 زائد 10 وتساوي 12 ثم هنا سالب 2 ضرب 3 تساوي سالب 6 زائد 10 هذا سالب 6 زائد 10 يساوي 4 هذا مثير للإهتمام عندما نضرب مصفوف 2 ضرب 3 مصفوف 3 ضرب 2 على ماذا حصلت؟ حصلت على مصفوف 2 ضرب 2 مصفوف 2 ضرب 3 مصفوف 2 ضرب 3 ضرب مصفوف 3 ضرب 2 تعطي مصفوف 2 ضرب 2 وأين ترى 2 ضرب 2؟ حسنا يبدو أنها حاصل هذه ضرب هذه هو ما تبقى لدينا هو مصفوف 2 ضرب 2 إذن بشكل عام حسنا في الواقع قبل أن تقل إلى العموميات اسمحوا لي أن أسألكم سؤالا هل بإمكاني أن أضرب المصفوفات بطريقة أخرى؟ هل يمكنني أن أضرب هذه هي A ضرب B؟ أو يمكنك في بعض الأحيان أن تكتبها AB لكي نعرف أنها مصفوفة؟ هل بإمكاننا أن نضرب B ضرب A؟ دعوني أمحو هذا من هنا ونجرب ذلك دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نضرب B ضرب A أعتقد أنه يمكنك توقع ذلك بالفعل بما أنني أسأل سؤال ربما لا يمكنك دعوني أمحو جزء من هذا حتى أحصل على مساحة دعونا نحاول فعلها بطريقة أخرى دعونا نجرب ضرب B ضرب A B هي المصفوفة سالب واحد وصفر واثنان وثلاثة وخمسة وخمسة وإيه هي أنني أغير ترتيب ثلاثة واحد اثنان وسالب اثنان وصفر وخمسة وأرغب في أن أضع أكواسنا هنا إنها عبارة عن رمز ولا يوجد شيء محدد بالنسبة للرمز إذن دعونا نرى إذا يمكننا أن نضربهما لقد تعلمنا أننا حصلنا على معلومات الصف من المصفوفة الأولى ومعلومات العمود من المصفوفة الثانية إذن العبارة يجب أن تكون هذا الصف ضرب ماذا؟ ضرب ماذا؟ حسنا في الواقع ومن الواضح أنه يمكننا أن نضربهما لماذا؟ لأنه هذه المصفوفة الثلاثة ضرب اثنان وهذه اثنان ضرب ثلاثة صحيح؟ إذن سنأخذ ذلك الصف ضرب ماذا؟ ضرب هذا العمود حتى نحصل على العبارة الأولى أليس كذلك؟ ستكون سالب واحد أعتقد أنني أتعامل مع مثال معاكس لكن في الواقع لأن هذا أيضا مثل هذا تبدل الصف هذا نفس هذا فيمكنك أن تضربهم أردت حل مثال معاكس لكن دعونا نحل هذا لأنه ليس من المتعب أن ترى مثالا آخر يمكنك أن ترى ذلك كم سيبلغ حاجم هذه المصفوفة؟ حسنا هذا مثير الاهتمام في الواقع ستكون مصفوفة ثلاثة ضرب ثلاثة مصفوفة أكبر بكثير دعونا نحلها ربما أنكم ترغبون أن تحلوا ذلك بأنفسكم إذن هذا الصف ضرب هذا العمود إذن سالب واحد ضرب ثلاثة ويساوي سالب ثلاثة وهنا ثلاثة ضرب سالب اثنان وتساوي سالب ستة ثم ستكون هذا الصف ضرب هذا العمود أي سالب واحد ضرب واحد زائد ثلاثة ضرب سفر وهذا يساوي سالب واحد صحيح ثم كانت هذه الأولى ثم لدينا الوسطى والآن نحصل على صف واحد ضرب العمود الثالث أي صف واحد ضرب العمود الثالث أي ذلك صف ضرب هذا العمود يمكن أن تقول أنه من الأفضل لو أن الحاسوب يقوم بذلك إذن سيكون لدينا هنا سالب واحد في اثنان زائد ثلاثة ضرب خمسة وهو يساوي ثلاثة عشر دعونا نستمر الآن سنأخذ إنها متعبة حسابيا سنأخذ هذا الصف ضرب كل من هذه الأعمدة وفي الواقع سوف نتعلم طريقة جديدة طرق عدة للتفكير في كيفية حدوث هذا الضرب بالإضافة إلى عدة طرق باستخدام الحاسوب لكن هذه طريقة تقليدية إذن هذا صف ضرب كل من هذه الأعمدة أليس كذلك؟ سفر وخمسة إذن صفر ضرب ثلاثة زائد خمسة ضرب سالب اثنان وهذا يساوي سالب عشرة وهو صفر ضرب واحد زائد خمسة ضرب سفر وهذا أسهل هذا يساوي صفر وخمسة ضرب خمسة زائد اثنان ضرب سفر ويساوي خمسة وعشرون انتهينا تقريبا الآن سنأخذ هذا الصف ونضرب بكل من هذه الأعمدة إذن اثنان ضرب ثلاثة تساوي ستة زائد سالب عشرة وهذا يساوي سالب أربعة أليس كذلك؟ وأيضا سالب اثنان ضرب خمسة زائد ثلاثة ضرب اثنان نعلم ذلك سالب أربعة أي ستة ناقص عشرة ويساوي سالب أربعة لدينا اثنان ضرب واحد زائد خمسة ضرب السفر وثم لدينا اثنان ضرب اثنان زائد خمسة ضرب خمسة أي أربعة زائد خمسة وعشرون وتساوي تسع وعشرون وبالطبع العبارة الأولى سالب ثلاثة سالب ستة وهذا يساوي سالب 9 لقد حصلنا عليها ضربنا مصفوفة 3 ضرب 2 بمصفوفة 2 ضرب 3 وحصلنا على مصفوفة 3 ضرب 3 من أين أتت مصفوفة 3 ضرب 3 لأن 3 عبارة عن عدد الصفوف في المصفوفة الأولى وهذه 3 عبارة عن عدد الأعمدة في المصفوفة الثانية وهذا منطقي لأننا حصلنا على معلومات الصف من المصفوف الأولى ومعلومات العمود من المصفوف الثانية الآن دعوني وضح المثال الذي لا يمكنكم تبسيطه ماذا لو أردت أن أضرب دعوني أقوم بحل مثال بسيط جداً ماذا لو أردت أن أضرب المصفوف اثنان وواحد وكل هذه في الحقيقة عبارة عن متجه صف ودعونا نفترض أنني أردت أن أضرب هذا ب ب أعلم إذن هذه المصفوف اثنان ضرب واحد ثم دعوني أفترض أنني أريد أن أضرب بي دعوني أفكر بشيء ما إذن واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة الآن هل يمكن أن أضرب هذا؟ حسناً ماذا لدينا هذه مصفوفة ثلاثة ضرب اثنان؟ هل بإمكاني أن أضرب هتان مصفوفتان؟ حسناً ماذا علي أن أفعل؟ لقد حصلنا على معلومات الصف من هنا وعلى معلومات العمود من هنا أوه آسف هذه ليست اثنان ضرب واحد إنها صف وعمودان إذن تكون واحد ضرب اثنان أليس كذلك؟ إنها مصفوفة واحد ضرب اثنان فهل يمكننا أن نضرب مصفوفة واحد ضرب اثنان بمصفوفة ثلاثة ضرب اثنان؟ حصلنا على معلومات الصف من هنا لذا علينا أن نضرب هذا بهذا العمود لكي نحصل على العنصر الاول ثم هذا ضرب هذا العمود ونحصل على العنصر الثاني ولا اعلم ماذا يحدث من هنا هل بامكاننا ان نضرب؟ باستخدام الطريقة التي عرفنا بها الضرب ان الناتج القياسي للضرب هل يمكننا ان نضرب دعونا نرى اثنان ضرب واحد زائد واحد ضرب اثنان ثم انه ليس علينا ان نفعل اي شيء بالثلاثة وبحسب الطريقة التي قمنا بتعريف ضرب المصوفات بها لا يمكنكم ان تضربوا هتان المصوفتان ولا يتوجب عليكم ان تحلوا ذلك يمكنكم ان تنظروا الى الابعاد هنا ثلاثة ضرب اثنان هذه اثنان غير مساوية للثلاثة عدد الاعمدة في المصوفة الاولى لا يساوي عدد صفوف المصوفة الثانية لا يمكنكم ان تضربوا هتان المصفوفتان هذا شيء مثير لاهتمام وفي الواقع ان هذه مجرد امثلة وهو مثال جيد لكي تفكروا به حيث يمكنكم ان تضربوا اي ضرب بي لكن لا يمكنكم ان تضربوا بي ضرب اي اريدكم ان تفكروا بالامثلة التي يحدث بها ذلك الشيء لكن على اي حال سوف اراكم في العرض التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة